ونحن نعيش ذكرى شهادة مولانا السجاد الحديث في نصيحة من نصائحه عليه السلام فقد روي أنه قال يا بني انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم في طريق هذه الرواية طالما سمعناها أن الإمام عليه السلام يقدم نصيحة تتمثل في مواصفات الصديق لكننا حينما ننظر إلى الرواية هي ليست فقط تتكلم عن مواصفات الصديق بل تقول فلا تصاحبهم يعني لا تتخذ هؤلاء صاحبا صحبة ولا تحادثهم أنا ما اتخذته نجلس في مجلس هو موجود ولا ترافقهم في طريق والله أنا ناوي السفر وهو صاد في نفس الرحلة فقلنا الحمد لله حصلنا فلان يونسنا في الطريق الرواية تقول حتى هذا مو صديق هذا مرافق في سفر هنا أيضا هذا ما تتخذ مرافق من هم هؤلاء الخمسة؟ قَالَ إِيَّاكَ وَمُصَاحَبَةِ الْكَذَّابِ الْكَذَّابِ يَنْقُلُ مَا يُخَالِفِ الْوَاقِعِ الإنسان إنما خطواته وليدت قناعاته أنا الآن لو أغيب عن المدرسة أقول ما أدري بأشر في امتحان لو ما في أنا اليوم غايب أتصل لزميلي يقول لا ما في امتحان هو في امتحان فقد أسقط بسبب زميل كذب وقص على ذلك تروح بتشتري يقول لك هذا رخيص هذا يباع في ديرتنا أغلى وهلام زي دعنيك السعر كثير بس هذا اللي رح تيام كذب يخلص السوق بسرعة نرجع فيقول لك كلش رخيص تشتري شيء أضعاف سعر قد فكثير من الأمور سنتخذها قرارات خاطئة بسبب استعنى بمن لا يحكي الواقع الذي لا يحكي الواقع في الحقيقة يعطيني صورة خاطئة قرار خاطئ وبالتالي أنا أقع في مصاحب شوفوا الرواية إياك ومصاحبة الكذاب فإنه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعد لك القريب حتى السيارات أصدق من هذا سيارة يخلونك مرآة في الجانب يراد لها أن تعكس لك الطريق كله وهي صغيرة فيضطرون يخلونها بطريقة صغر الصورة فإذا صغرت الصورة كأن السيارات بعيدة فيكتبون لك المرآة غير دقيقة في البعد حاسب لأن نحن نريدك ما تستدم فخليناك تشوف السيارات اللي وراء لكن اضطرنا نخلي الصورة لي صادقة مئة بالمئة فلازم نخبرك أن هذه المرآة ما تخبر بدقة حاسب فإذا إذا صديق يكذب إذا مرافق يكذب إذا تكذب في مجلس واحد كله يكذب أنا أخذ معلومات أطلع من مجلس كله كذب ما أصيب الواقع بسبب هذا الكذاب هذا الأمر الأول قال وإياك ومصاحبة الفاسق طبعا هذه المواصفات هي في الوقت الذي في الوقت الذي تخبرك عن مواصفات الصاحب والصديق والمرافق والمجالس في نفس الوقت تخبرك عن حاجتك لمن تصاحب فإن الناس تحتاج لبعضها البعض وبالتالي الصداقة تبتني على أن تقوم ببعض الخدمات لي وقوم ببعض الخدمات لك يعني نتعاون واحدة من الأمور والمواصفات أن لا تصاحب الفاسق لأن الفاسق لا يعتمد عليه إذا الله الذي ينعم عليه هو يتمرد على المنعم بنعم الله يتمرد تتوقع وياك وإيش يصير قد تكون محتاج لي في ضرف يقول واش علي منه تقول لي ضرورة عند صاحبك خليش تاهل ليش؟ لأنه محص العرض آخر يبيعني ويبيع التاريخ اللانوياء كامل شوف رواية تقول وإياك ومصاحبة الفاسق فإنه بائعك بأكلة أو أقل من ذلك ما عند حلال حرام إذا يأله متمرد قال وإياك ومصاحبة البخيل الإنسان إذا وقع في عواز ينحرج يسأل أحد مساعدة أو قرض فإذا اضطر إلى أن يقترض أو يأخذ مساعدة يذهب لأقرب الناس إليه يقول هاي الحال واحد إذا أنا هذا الشخص هو أقرب الناس ليه وبخيل أنا في ضرورة وهو المال نايم في البنك عنده يقول ليه سامحنا وين ليه وين المساعدة ويني وين الفلوسنا وهو رصيدة نايم سنين في البنك فأنا في شدتي هو يتخلى عني تقول الرواية وإياك ومصاحبة البخيل فإنه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه والناس لبعضها قال وإياك ومصاحبة الأحمق الأحمق نية شيء والطريق لتحقيق نية شيء آخر يريد أن ينفعك يضرك يريد أن يدافع عنك يصدر منه ما يجعلك أنت تحت اعتذر سامحوني على اللي صار هذا فاشرنا ياكم وينبي يخدمك يورطك فالأحمق يريد لك الخير ولكنه يضرك من حيث لا يدرك لهذا قال وإياك ومصاحبة الأحمق فإنه يريد أن ينفعك فيضرك واحد يقول نية زينة 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 نية زينة وبعد كل يوم سوى لي ورطة ويقول نية زينة أنا ما أتحرك بالنيات هذا رب العالمين إلا بالنيات أنا الصداقة لها مقومات أخدمه ويخدمني إذا يوميا ضرار ضرار وأقول نية زينة أنا ما أعطي ثواب الله لبي ثيبة بس أنا بحياتي تستقر موكل يوم مشكلة فالإنسان يتخذ له صديقا ويبتعد عن الأحمق قال فإنه يريد أن ينفعك فيضرك الخامس الإمام ما علل تعليل يرتبط بالصداقة هناك لما قال عن الكذاب قال أنت بيقرب لك البعيد بيبعد لك القريب لما تكلم عن البخيل قال ما بيساعدك في ضرفك لما تكلم عن الأحمق قال يضرك ما ينفعك لما تكلم عن الفاسق قال بيبيعك بأكله وأقل لما تكلم عن الخامس قال وإياك ومصاحبة القاطع لرحمه احنا توقعنا بيقول إذا رحمه هو قطعهم يعبرك أنت توقع بيقطعك يوم الأيام توقعنا الإمام يقول لك الكلمة لكن الإمام قال شيء آخر قال فإني وجدته ملعونا في كتاب الله طبعا في أكثر في ثلاث مواضع ملعون هل يشترط في الصديق قطع رحمة يتنصل من شيء فطر عاطفي ويخالف العاطفة يمكن الرحم أم وأب أيضا فيقابل إحسانهم بالإساءة رحمه في ضائق مالية يقول الله إياه ما يساعد الرحم يعني بخيل قد يكون فقطيعة الرحم قد يكون الإنسان يضر رحمه أي قطيعة وقد يكون يبخل على رحمه وقد يكون وقد يعني شرور كثيرة قد تأتي من قطيعة الرحم ولهذا الإمام اكتفى يقول ما يحتجى برور لقاطر الرحم لش ما تتخذ صديق أو صاحب أو مرافق هذا ملعون والملعون الإنسان لا يريد أن يكون مقارنا لموضع لعنة الله بل يبحث عن موضع رحمة الله هذه مواصفات ذكرتها رواية واحدة وهناك مواصفات في رواية أخرى أكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين وصل اللهم على محمد وآله الطاهرين